استقبل صاحب اسم الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رسل وزارة المقر بقصلك ضيبية صباح اليوم عددا من كبار أفراد العائلة الملكة الكريمة وكبار المسؤولين وعدد من التجار ورجال الأعمال حيث هنأوا سموه بسلامة الفحوصات الطبية التي أجرها مؤخرا وتكللت بالنجاح وخلال اللقاء قال سموه إن المشاعر الجياشة التي غامرنا بها المواطنون وقبلهم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله خلال الوعكة الصحية التي ألمت بنا مؤخرا لا تنسى وقد جسدت قوة اللحمة والترابط بين القيادة والشعب ولقد ملأت هذه المشاعر أركان قلوبنا فهنيئا لنا بهذا الملك وبهذا الشعب وأضف سموه إن مسيرة التنمية مستمرة لتلبية احتياجات المواطنين وتطلعاتهم نحو مستقبل أكثر ازدهارا مرتكزين في ذلك على سواعد أبناء البحرين وإرادتهم القوية التي أثبتت على الدوام أنها عصية على الفرقة والانقسام وأكد سموه أهمية مضاعفة الجهود للحفاظ على ما تحقق للبحرين من منجزات تنموية ويكون غاية الجميع هو العمل على رفعة البحرين ونهضتها وتطورها وفي سياق آخر أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن الاعتزاز بتوالي تكريم رجالات البحرين ونسائها إقليميا ودوليا لافتا سموه إلى أن مثل هذا التكريم هو استذكار لسيرهم وبذلهم وعطائهم الذي نكن له كل التقدير والاحترام وأشار سموه إلى أن البحرين ولاد بالمخلصين الأوفياء الذين عملوا الكثير كل في مجاله من أجل رفعة مملكة البحرين ومكانتها وتركوا بأعمالهم وإنجازاتهم ما يجعل التاريخ يسطره لهم فتاريخ الدول ومكانتها يقاس بإنجاز شعبها وشعبنا ولله الحمد أنجز الكثير مما جعل اسم بلادنا عاليا دائما في جميع المحافل وشدد سموه على ضرورة أن يتحل الجميع بالوعي وليقضى تجاه ما يحيط بالوطن والمنطقة من تحديات وأن تتوحد جهود الجميع تجاه كل ما يحفظ للوطن أمنه واستقراره ترجمة نانسي قنقر